بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة التكاملات المسلسية من الشكل تنجنت تكامل تنجنت اس ام ايكس سك اس ام ايكس بي دي اكس أيضا نركز هنا على أن الزاوية هي يجب أن تكون نفسها الخلاف فقط بالقواة هنا قوة ام وقوة ان حيث الام والان عداد صحيحة نميز الحالات التالية إذا كان الام هذا عدد صحيح موجب فردي إذا كان فردي كما تعلمنا من فلتن واحد ويكتب هذا بالشكل التالي تنجنت اس ام ناقص واحد ايكس ضرب أيضا ننقص من السك واحد فسك اس ام ناقص واحد ايكس هم بطلع معي تنجنت ايكس ضرب سك ايكس بي دي اكس الآن هذا كان فردي إذا كان الحالة الأولى أن يكون فردي فلما نقصنا منه واحد صار زوجي إذا صار زوجي فإذا يكتب على شكل من مضاعفات اتنين إذا يكتب على شكل اتنين ضرب كواه إذا هذا يصبح بالشكل التالي تنجنت للتربيع اس ك ضرب سك اس ام ناقص واحد ايكس ضرب تنجنت ايكس بي سك ايكس بي دي اكس الآن هناك علاقة صدقة بين التنجنت تربيع والسك تربيع إن التنجنت تربيع هو سك تربيع ناقص واحد لو عوضنا بدل التنجنت تربيع بما تساوي لحصلنا هذا يكتب بالشكل التالي هذا سك تربيع ناقص واحد اس ك ضرب سك ناقص واحد ايكس بتنجنت ايكس بي سك ايكس بي دي اكس الآن إذا فرضنا اليو هي عبارة عن سك ايكس هذا يؤدي الدي يو هي عبارة عن سك ايكس بتنجنت ايكس بي دي اكس لو جينا عوضنا هنا بهذه الفرضية لحصلنا على يو تربيع ناقص واحد اس ك بيو اس ان ناقص واحد بي دي يو وانتقل هذا من تكامل مسلسي إلى تكامل كسيرات حدود الآن إذا هذا في حالة كون الام عدد صحيح موجب فردي لنأخذ مثال يوضح لنا هذا التمرين أو هذه الحالة نأخذ تكامل تنجنت تكعيب سك اس خمس ايكس بي دي اكس الآن لو طلعنا هنا لو وجدنا ان التنجنت مرفوعة إلى قوة فردي إذن منفلت واحدة من التنجنت ووحدة من السك فليس بحن دي تنجنت تربيع بسك اس اربعة تنجنت بسك الآن أيضا هنا التنجنت تربيع يكتب بدلالة صديقه إذن هو سك تربيع نائس واحد بسك اس اربعة بتنجنت ايكس بسك ايكس بي دي اكس الآن إذا فرضنا أن اليو هي عبارة عن سك ايكس هذا يؤدي الديو هي عبارة عن سك ايكس بتنجنت ايكس بي دي اكس إذن هذا هو دي يو وهذا فهذا التكامل يصبح معي بالشكل التالي يو تربيع نائس واحد بيو اس اربعة بدي يو وهذا يو اس اربعة ضرب يو تربيع هي يو اس ستة يو اس اربعة ضرب واحد هي يو اس اربعة بدي يو الآن يو اس ستة تكاملة هي يو اس سبعة على سبعة ويو أس أربعة تكاملة هي يو أس خمسة على خمسة زائد ثابت التكامل لأن نرجع الأسماء القديمة اليو هي سيك إذا فيصبح سيك أس سبعة على سبعة زالب سيك أس خمسة على خمسة زائد ثابت التكامل وهذا ما وصلنا إليه هنا هذا في الحالة الأولى حالة كون الام هذا عدد صحيح موجب فردي طيب إذا لم يكن الام عدد صحيح موجب فردي إذا ننظر إلى الأس الثانية إذا كانت الام عدد صحيح موجب زوجي يعني كان عندي تكامل تنجنت أس إن تنجنت أس إم إيكس بسيك أس إن إيكس بدي إكس نظرت إلى هنا هذا لم يكن فرديا إذا ننظر إلى هذا وجدت هذا زوجي إذا كان زوجي بفلت منه اتنين يعني بحط تنجنت أس إم بعيفة على حالة هذا سيك أس زوجي إذن هذا الأس زوجي إذن فلت منه 2 بصير معي سيك أس إنا إس 2 إيكس ضرب سيك تربيع إيكس الزوجي إذا فلت منه 2 يبقى زوجي إذن هذا من مضاعفات 2 يكتب على شكل 2 ضرب K إذن هذا بدي إيكس إذن وهذا يكتب على شكل تنجنت أس إمان على قفية ضرب سيك تربيع إيكس أس ك ضرب سيك تربيع إيكس بدي إيكس الآن سيك تربيع إلو علاقة مع صديقه ألا وهي أن السيك تربيع تساوي إلى تنجنت تربيع زائد واحد فلو شلنا هذه وحطيناها هنا لحصلنا على تنجنت أس إم إيكس بواحد زائد تنجنت تربيع أس ك بسيك تربيع إيكس بدي إيكس الآن إذا فرضنا أن اليو هي تنجنت تربيع إيكس إذا فرضنا أن ال-U هي تنجنت X إذا وليس تنجنت تربيع ال-U هي تنجنت X هذا يؤدي إلى أن ال-DU هي عبارة عن سك تربيع X بDX إذن فيصبح معي هذا بالشكل التالي تكامل U S M ب1 زائد U تربيع S K ب-DU إذن انتقل من تكامل مسلسي إلى تكامل كسيرات حدود لنأخذ ميزال على ذلك أحسب تكامل تنجنت تربيع سك S 4 لو وجدنا نطلعنا على الأس هذه ليست فردية إذا ما نطلع على الأس الثانية هذه الأس زوجية إذا ما فلت منها 2 فسك أس 4 فلت منها 2 بتكتب على سكل سك تربيع الآن هذا سك تربيع يبقى زوجي إذن يكتب على شكل سك تربيعي هو تنجنت تربيع زائد واحد إذن نستخدم هذه الكتابة فنحصل على هذه الكتابة الآن لو فرضنا أن ال-U تساوي إلى تنجنت هذا يؤدي لأن ال-U هي عبارة عن سك تربيع إكس بي دي إكس فيصبح هذا التكامل على شكل تكامل U تربيع بواحد زائد U تربيع ب-DU وهذا ما هو إلا نضرب U تربيع في الواحد ونضربها في U تربيع فنحصل على U تربيع زائد U أس أربعة ب-DU ال-U تربيع تكاملة هي U تكعيب على سلاسة وال-U أس أربعة تكاملة هي U أس خمسة على خمسة زائد سابت تكامل من هي ال-U ال-U هي تنجنت فنحصل معي تنجنت تكعيب على ثلاثة زائد تنجنت أس خمسة على خمسة زائد سابت التكامل وهذا ما حصلنا عليه هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة